من محافظة صعدة ينضم إلينا مراسل عربية محمد العرب محمد مرحبا بك ما هي آخر التطورة الميدانية نعم خالد نحن الآن فيما بات يعرف بمثلث الموت يوم أمس كنا نبث بث مباشر من فوق الجبال لهذه المنطقة التي تعتبر السهول والوديان اليوم نحن بعد تنقيتها من الألغام نبث ببث مباشر من مساحة 10 كم طولا ب7 كم عرضا بالتحديد في قرية شراوة المنطقة التي ستظهر بكاميرا الزميل جمال بهيش تم تحريرها اليوم من قبل الجيش الوطني وتم تعميرها من قبل سرية قحطان واحد لو تلاحظ الألغام المموهة ما زالت موجودة لم يتم تفكيكها لحد الآن هذه الألغام التي هي على شكل صخور زرعت بعشوائية وبكثافة لقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية طبعا بيوتات قرية شراوة الجيش الوطني منتشر على سطوح المنازل بعد تأمينها سلسلة الجبلية التي تظهر خلف هذا البيت والتي تظهر بكاميرا الزميل جمال بهيش هي جزء من سلسلة عالقراد هذه المنطقة هي المنطقة الواقعة بين مديريات مجز باقم وقطابر بعد هذا الجبل هو قطابر مديرية قطابر هذه سلسلة جبال عالقراد معي قائد الاستطلاع عن نقيب راهب يضعنا في أجواء المكان راهب نحن أين؟ ما أهمية هذا المكان؟ كيف هي الاستعدادات لمعركة الزحف لحو مجز وقطابر؟ الاستعدادات تم القاهز إياه مستعدين لأي تقدمات من قبل القيادات للجيش الوطني نحن هنا في مثلث الموت الذين يسمونه مثلث الموت مثلث موتهم بإذن الله إن شاء الله سيكون تقدم من جميع القبهات المحايزة لنا في جميع الألوية الذي هنا في صعدة وإن شاء الله بإذن الله سنرفع العلم للجمهور على قبال مران طبعا خالد أعيد لك بشكل سريع هذه هي 14 قرية نحن الآن في قرية شراوة كنا في قرية البارك وقرية الرفضة الفرثة وغيرها هذه القرى تسمى بأدبيات الميليشيات بمثلث الموت زرعت ألغام بكثافة طبعا تمت تحصين بالجبال اليوم الجبال في قبضة الجيش الوطني يعني لو تلاحظ هذه الجبال التي تظهر خلفي وعلى مدار المنطقة التي تسمى بأدبيات الميليشيات بمثلث الموت أصبحت اليوم في قبضة الجيش الوطني سراية الاستطلاع هي سراية للبحث عن مخابل الأسلحة البحث عن فارين البحث عن أماكن للألغام جمال بهيج يستعرض معك المكان طبعا هذه مزارع القات ومزارع الرمان المشهورة في هذه المنطقة الخصبة الميليشيات لم تكن تتواجد في السهل كانت تتواجد في قمم الجبال اليوم الأمر أصبح كالتالي قمم الجبال لدى الجيش الوطني والسهل نحن الآن في بث مباشر منه نعم خالد طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا على توجدك معي ربما نفرد مساحة أكبر معك محمد العرب خلال نشارتنا اللاحقة شكرا جزيلا لك من محافظة صادم رأس العربية محمد العرب شكرا جزيلا لك